النهاردة السفير بسام رادي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية قال ان الرئيس السيسي اصدر قرار بتعيين الدكتور محمد عوى التاج الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية كمان الرئيس السيسي اجتمع النهاردة مع السيد طارق عامر محافظة بنك المركزي ووجه بالتخاذ كافة الاجراءات لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في اطار اجراءات الدولة لادارة ازمة فيروس كورونا كمان الرئيس عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزيرة التضامن ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وجه الرئيس بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب خصوصا قطاع العمالة غير المنتظمة والفئات الاكثر احتياجا تعالوا نشوف هذا التقريب اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك بحضور اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول مناقشة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لادارة الوضع الحالي في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد عالميا وداخليا خاصة ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلاة وقد وجه السيد الرئيس بتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب خاصة قطع العمالة غير المنتظمة إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لاجتماع تناول استعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقضية للبنك المركزي وذلك في إطار التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقضي والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم وقد عرض السيد محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخرا لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالميا لفيروس كورونا المستجد والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة وكذا دعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات كما قام السيد طارق عامر في ذات الاطار باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي وذلك في اطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين وذلك عقب قرار تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية اشتركوا في القناة